أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائم يقول هل حفظ المتون العلمية شرط لبلوغ مرتبة العلماء أم يكفي قراءتها قراءة متماعنة وقراءة شروحها أرجو التوجيه في هذه المسألة حفظ المتون العلمية وفهمها تلقي شرحها عن العلماء هذا هو طريق العلم الصحيح وهو الإنسان يحفظ المتون على نفسه ولا يجلس إلى أهل العلم ولا يستمع لشرحها وتوضيحها إنما يكفي بحفظها وهو لا يفهم معانيها وكذلك ليس العلم بالفهم فقط بدون حفظ لا بد من الأمرين لا بد من الحفظ ولا بد من فهم المعنى وأن يكون هذا الفهم عن طريق أهل العلم لا يعتمد على فهمه هو قد يكون مخطئاً لا بد من الرجوع إلى أهل العلم الذين يشرحون هذه المتون ويوضحونها هذه طريقة التعلم من قديم الزمان إلى وقتنا هذا إلى أن ظهر بعض الكسالة الذين يكتفون باقتناء الكتب وقراءتها ويزعمون أنهم صاروا من أهل العلم بمجرد المطالعة والقراءة لا ما هم نهل العلم هؤلاء وهؤلاء خطر على أنفسهم وخطر على الناس أنهم يخرجون بأغلاط وأفهام خاطئة فيبلبلون الأفكار ويشوشون على الناس الله جل وعلا يقول وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من ابتقى وأتوا البيوت من أبوابها هذا عام في البيوت المحسوسة والبيوت المعنوية وهي العلم لا تؤتى الأشياء إلا من أبوابها ومداخلها لا تؤتى من ظهورها ومن أعلاها ومن جوانبها نعم